وفد وزاري مصري برئاسة رئيس المخابرات عباس كامل يزور العاصمة ترابلس التقى خلالها رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء لبحث وتفعيل الاتفاقيات المشتركة واستكمال التنسيق في عدد من الملفات بين البلدين وفق ما أوضحه المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية لكن هناك من يرى أن زيارة الوفد المصري التي سبقته عدد من الزيارات الدبلوماسية لوفود مصرية رفيعة المستوى تحمل في طياتها رسائل عدة تعبر عن الاستراتيجية الجديدة التي يتخذها النظام المصري بالملف الليبي فهناك عدد من التقارير الإعلامية محلياً ودولياً تتحدث عن توجس القاهرة من هيمنة دول أخرى داعمة لمجرم الحرب حفتر على المشهد السياسي والعسكري بمناطق سيطرة حفتر دون الرجوع أو الترتيب مع الجانب المصري بالإضافة إلى رغبة النظام المصري إلى دعم الاستقرار في ليبيا وضمان مكاسب اقتصادية في مرحلة إعادة البناء وتذهب تحليلات أخرى أن النظام المصري يحاول أن يكون لاعباً فاعلاً في إبعاد الحليف التركي عن المشهد السياسي الليبي بالطرق الدبلوماسية والمفاوضات السياسية منها ما يحصل الآن من تقارب بين أنقرة والقاهرة زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل للعاصمة أعقبتها زيارة أخرى له مباشرة لمدينة بنغازي ولقاء مجرم الحرب حفتر بمقر إقامته زيارة وفق التصاريح الصحفية أكدت أن كامل كان يحمل رسالة خاصة من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لمجرم الحرب لم يكشف عن طياتها وعقب هذه الزيارة بأربعة وعشرين ساعة أعطى مجرم الحرب حفتر الأمر لميليشياته بالتحرك إلى الجنوب الليبي مصحوبين بالمرتزقة الأجانب سيطرت خلالها على مناطق شاسعة بمحيط مدينة سبهة إلى الحدود الجزائرية هذه التحركات تأتي في وقت تفصلنا فيه عن موعد الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام ستة أشهر فقط بالإضافة إلى اقتراب موعد مؤتمر برلين الثاني الذي سيناقش ملفي المرتزقة الأجانب وملف الانتخابات تحركات دبلوماسية وأخرى عسكرية على قدم وساق تفتح الباب لكثير من التساؤلات حول حقيقة الدور المصري بالملف الليبي وتعامله مع السلطة الجديدة ومدى إدراك الحكومة الجديدة لما يحاكل الملف الليبي في دهاليز السياسة الدولية